الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فأرحب بك أيها المشاهد الكريم في لقاء جديد من لقاءاتنا في تعرف سنن الله في الكون إن من السنن العظيمة التي أجراها الله عز وجل في الكون ما ذكره في عدد من الآيات في قوله والعاقبة للمتقين فمن ذلك مثلا في قول الله عز وجل تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وفي قوله تعالى تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وفي قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للمتقين ما المراد بقوله والعاقبة أي أن الفوز والنصر والتمكين يكون لأولئك المتقين فيرفعهم الله ويعزهم فمتى كنت يا أيها المؤمن من المتقين فإنك في آخر الأمر تكون الفائزة والمنتصرة وتكون عواقب الأمور الحسنة لك كما هي حال نبينا صلى الله عليه وسلم وحال أهل الصلاح والإصلاح صحيح قد تتعرض لبعض المضايقات في دنياك ولكن الله عز وجل سيجعل آخر الأمر لك عندما تنوي الآخرة وتقصد تلك الدار فإن الله عز وجل سيجعل لك مخرجا من أمورك وستكون أواخر الأمور لك لا عليك إذن العاقبة للمتقين العاقبة أي مآل الأمور وأواخر الأمور تكون من صالح المؤمنين المتقين تكون بنصرهم ورفع شأنهم وإعلاء منزلتهم تكون النتائج الحسنة والفوز المبين لأولئك المؤمنين المتقين يبقى هنا أن نعرف ما هي التقوى التي تجعل الإنسان يحصل على العاقبة الحميدة إن التقوى أن تكون مطيعا لله عز وجل في تعاملاتك بحيث تسير على شرع رب العزة والجلال متبعا لهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فمثلا إذا كان بينك وبين إنسان خصومة فحينئذ الله الله أن تسير في هذه الخصومة على شرع الله عز وجل انتبه لا تتكلم فيه بغيبة لا تلمزه ولا تنتقص منه وانتبه لا تظلمه ولا تأخذ شيئا من حقوقه وانتبه ليكن شعارك العفو وشعارك الترفع عن سفاسي في الأمور انتبه لا يكن طريقك الانتقام في التعامل مع ذلك الشخص الذي بينك وبينه خصومة اتق الله في هذه القضية وبالتالي ستكون العاقبة لك سواء كان ذلك بين أناس يقرب بعضهم لبعض أو كانوا غرباء أجانب إذا اتقيت الله في تعاملك مع أهل بيتك ستكون العاقبة لك وإذا اتقيت الله في تعاملك مع زوجتك التي قد لا تحسن التعامل معك فإنه حينئذ ستكون العاقبة لك وإذا اتقيت الله في تعاملك مع زملائك في العمل أو مع زملائك في الدراسة كذلك ستكون العاقبة الحميدة لك وهكذا إذا اتقيت الله مع أولئك الذين يحاولون الاعتداء عليك والاستيلاء على شيء من أموالك فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل العاقبة لك والعاقبة للمتقين كما هي قاعدة شرعية وسنة كونية في حقوق الأفراد كذلك هي سنة كونية فيما يتعلق بالجماعات والمؤسسات بل والدول كذلك فمن اتقى الله كان الله معه وحينئذ جعل العاقبة الحميدة له وكانت الأمور في أواخرها فوزا ونجاة له على جميع الأصعدة ومن ثم علينا أن نعرف صفة التقوى ما هي لقد ذكر الله عز وجل في مواطن من كتابه صفات هؤلاء المتقين فقال جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيث والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذه إذن سنة كونية أجراها الله عز وجل في العباد أن من تعامل مع غيره على وفق التقوى فإنه حينئذ ستكون العاقبة الحميدة له وسيكون من الفائزين فعند تعاملك مع الآخرين اجعل هذه القاعدة بين عينيك والعاقبة للمتقين وقبل أن تقدم على أي فعل لا تكون نفسك هي التي تدفعك لذلك الفعل قبل أن تعرف حكم الله عز وجل في فعلك فإنك متى سرت على مقتضاء شرع رب العزة والجلال كانت العاقبة لك على وفق هذه النصوص السابقة التي ذكرتها لك قبل قليل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالله الله اجعل التقوى علامتك وميزانك وعلمك الذي بين عينيك والذي تسير عليه عند تعاملك مع غيرك سواء كانوا من قرابتك أو من أعدائك أو من أصدقائك أو أيا كان من تعامله فحينئذ ستكون النتيجة تطبيق السنة الكونية الواردة في قوله تعالى والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين جعلك الله منهم وجعل الله عز وجل العاقبة لك في كل أمورك بارك الله فيكم جميعا أسأل الله أن يكون معكم مؤيدا ونصيرا هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسريما كثيرا إلى يوم الدين هذا البرنامج برعاية مؤسسة الشيخ علي بن عبدالله الجفال الخيرية يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما